خلصنا أرك ولادة الجنشوريكيز والعشرة زيون لما مادرة نفس تقنية الوهم بتاعته وكل النينجا دخلوا في الوهم الخاص بيهم وكانوا شايفين حياة مختلفة مع عدائله كجس سابقين وناروتو وساسكي وساكورا وككاشي اللي كانوا مستخبين في سوسانو وساسكي قال لهم ضوء الأمر اللي بيعكس شارينجان مادرة هو اللي دخل النينجا كلهم في الوهم لازم نفضل في سوسانو لحد ما الضوء ده يختفي وفعلا شوية والضوء اختفى بعد ما قد مهمته ودخل النينجا في الوهم وخرج الفريق السابع من سوسانو ومدر جالهم وقال لهم أنا المونكوز اللي أنقصت العالم من الحروب بتقنية دي محدش هيتحارب تاني هاشي راما غلط لما بدأ يأسس الكرة لأن الكرة بدأت تحارب بعضها وكنا هنعيش في حروب على طول بس باللان عملته ده مفيش حرب تاني بس ومدر بيتكلم زيتسو اللي اسود جي من وراه وضربه وقال له أنت مش المونكوز فكلهم استغربوا ومدر قال له ليه عملت كده أنا صنعتك بإرادتي فزيتسو اللي اسود قال له أنا تابع لإرادة كاجويا مش إرادتك أنت زي ما أنت استخدمت قوبيت وأنا استخدمتك عشان أرجع كاجويا للحياة تاني أنا عدلت فلوحه ليوتشيها الحجري بمعلومات غلط عشان أخليك تفتكر أن تقنية اللي تسيكيوم الوهمية دي هتصنع السلام بس الحقيقة عكس كده التقنية دي كاجويا عملتها زمان على كل الناس وبعد ما حطتهم في الشرناقة كلهم اتحولوا لزيتسو الأبيض واستخدمتهم هي بعدين وبرضو النينجا اللي في الشرناقة هنا دول هيتحولوا كلهم لزيتسو الأبيض بعد ما أسحب الليتشاكورة بتاعتهم كلها ورجع كاجويا للحياة وبعد ما زيتسو الاسود خلص استخدم مادرة وسحب بيه تشاكورة كل النينجا ومسك ناروتو وساسكي عشان ما يعطلهوش ولما بقى معايا كل الليتشاكورة مات مادرة ورجعت كاجويا للحياة ويعقوبته بعد ما زيتسو الاسود سابه وكاجويا رمت ناروتو وساسكي وبعد كده بدأت تهجم عليهم بشعرها وكانت قوية جدا وضربتها رجعتهم عند الجبل ونزلت راحت لهم وساكورة كانت واقفة مرعوبة منها واستخدمت كاجويا البياكوجان وبصت على ناروتو وساسكي وعرفت انهم واخدين تشاكورة من حاكم المسارات وقالت انا لازم استرجع لتشاكورة بتاعتي كلها وفاجأة دخلتهم كلهم في بعد تاني مليان حمام فساسكي استدعى طائر واخد ناروتو معايا عشان ما يقعوش في الحمام وكاكاشي مسك نفسه هو وساكورة بلافيفة فيها كناي ومسك قوبيتو معاهم بكناي ووقف ناروتو وساسكي قدام كاجويا وساسكي قال له لو واحد مننا احنا الاتنين مات العالم هيتضمر محدش يقدر يختم كاجويا دي غيرنا بس هوما بيتكلمه كاكاشي وساكورة كانوا هيوقعو فناروتو مسكهم وساسكي بدأ يصد هجوم كاجويا بسوسانو لحد ما كلهم وقعوا وناروتو اكتشف انه بيقدر يطير بتشاكورة حكيم المسارات فمسكهم كلهم وعمل نسخة وخليها تعتني بساكورة وكاكاشي وقوبيتو وراح دخل في مواجهة قوية جدا مع كاجويا وبعد كده ساسكي هجم عليها بسوسانو بس كاجويا دمرتها بسهولة وويع ساسكي فناروتو نزل بسرعة وساسكي مسك فيه وهم واقفين كاجويا جات من وراهم ومسكتهم وعياطت وفاجأة زيتسو الاسود جاه واندمج مع ناروتو وساسكي وقال لهم انتوا بتفكروا كاجويا بولادها عشان كده هي بتعيق كاجويا كان عندها ولدين هاجورومو اللي هو حكيم المسارات الستة واخوه اللي اسمه هامورا وهم الاتنين اللي ختموها زمان وانا بقى ابنها التالت والدتني قبل ما تتختم عشان ارجعها تاني للحياة انا عندي قدرة على التسجيل وسجلت كل حاجة حصلت من زمان لحد دلوقتي واحكلكوا قصة كاجويا وانا بسحب اللي تشاكورة بتاعتكم زمان كان العالم متأسم اتنين بين بلاد اسمها سو وبلاد تانية اسمها كا وبلاد سو وبلاد كا كانوا دايما في خلاف مع بعض لحد ما في يوم الجنود في سو شافوا نجم منور في السماء ونزل عندهم ولما راحوا بصوا عليه شافوا ان هي كاجويا وما كانواش عارفين هي جاية منين بس الصبح عارفوا ان كاجويا عندها قدرات خارقة وعارفوا اسمها وهي قالت لهم انها جاية تحرس الشجرة المقدسة اللي موجودة هنا فزعيم بلاد سو اللي اسمه تنجي امر انها تعيش معاهم وعين لها خادمة اسمها اينو واينو كانت بتحكي الكاجويا كل يوم حكايات عن الشجرة المقدسة وبعد فترة تنجي زعيم سو حب كاجويا وتجوزوا بس بلاد كا كانوا عايزين يدخلوا حرب مع بلاد سو عشان يسيطروا عليهم وياخدوا الاراضي بتاعتهم وفي يوم راح فعلا جنود منك وهجموا على سو وتنجي راح عند الحدود عشان يتكلم مع حكام بلادك وده لانو ما كانش عايز يدخل حرب بس اللي ما يعرفوش ان في شوية جنود منك دخلوا ارض سو وراحوا الكاجويا عشان يغدوها فكاجويا استخدمت قدرتها الخارقة وقتلتهم كلهم بعينها بس وبعد اللي حصل ده حكامك اشترتوا على تنجي انو يقتل كاجويا عشان ما يتحربوش معاه فتنجي وافق عشان يتجنب الحرب وخلت جنود تلاحق كاجويا بسهام وعينه كانت مع كاجويا وماتت بعد ما اصابتها شوية من السهام واللي تنجي ما كانش يعرفو ان كاجويا كانت حاملو كاجويا بعد ما عينه ماتت اضايقت وراحت عند الشجرة المقدسة وكلت سمرة الفاكهة اللي موجودة فيها وبقى عندها اللي تشاكرة كلها وبقت اقوى بكتير وراحت عند الامر وعملت تقنية اللي تسيكيومي الوهمية اللي مدرع عملها وبقت متحكمة في كل البشر وعشان نسل البشر ماينتهيش كاجويا خرجت شوية بشر من الشرنقة وشلت ذاكرتهم وخلتهم يعيشوا عشان يتكسروا ويكملوا نسل البشر وفعلا في شوية من البشر عاشوا وبقوا بيخدموها وخلفت كاجويا بعد كده هاجورومو وهامورا وكبروا هما الاتنين وفي يوم قبلوا الضفضع الزعيم المسن وكان لسه زاير وقال لهم انا اسمي جامامارو والشجرة المقدسة دي هتبقى سبب خراب الارض والبشر لو مش مصدقيني يروحوا عندها فهاجورومو قال له هامورا احنا لازم نروح عند الشجرة فهامورا قال له بس احنا امنا منعنا نقرب من الشجرة مش هينفع نروح وعدت الايام وكان كل يوم هاجورومو وهامورا بيشوفوا مجموعة من البشر رايحين عند الشجرة بقى وامر من كاجويا والبشر اللي كانوا بيروحوا ما كانوش بيرجعوا تاني فهاجورومو قال لازم نعرف ايه اللي بيحصل عند الشجرة ما بيخلهمش يرجعوا تاني وراح فعلا هو وهامورا وهامورا بص بالبياكو جن بتاعته وشف شرانك كتير تحت الشجرة وراحوا عند الشرانك وعرفوا ان فيها بشر ميتين كاجويا هي اللي بتعمل فيهم كده عشان تقوي الشجرة وكمان عشان البشر الميتين دول هيتحولوا لزدسو الابيض وهيبقوا جنودها وهاجورومو شف الميتين واحدة كان بيحبها اسمها هاوريوودا ايقظ الشارينجان بتاعته وراحوا بعد كده الجامامارو وخدهم معاه لجبل ميوبوكو وورهم هناك بلورة ذكريات سجلت كل حاجة حصلت وعرفوا ان الشجرة المقدسة هي اللي نزلت الاول من السماء وكاجويا نزلت بعدها عشان تحرصها وعرفوا كل اللي كاجويا عملته بعد مكالة سمرت الفاكهة بتاعت الشجرة المقدسة وجامامارو قال لهم انا شفت نبوءة انكو بتقتلوا امكو كاجويا فهاجورومو قال له انا عايزك تعلمني نمط الناسك وفعلا جامامارو علمو بس كاجويا عرفت ان ولادها خنوها وراحوا عند الشجرة فاتحكمت فهامورا واستنت هاجورومو لما يرجع من جبل ميوبوكو وهاجورومو قبل ما يرجع جامامارو وادله ختم بيش في اي جراح وبيرجع نمط الناسك ورجع هاجورومو عند كاجويا وكاجويا قالت له انت واخوك خنطوني رحته عند الشجرة رغم اني حزرتكو وما تروحوش هناك انا لازم استرجع اللي تشاكرة بتاعتي منكو قبل ما ارجع تاني من مكان ما جيت وكاجويا لانها مسيطرة على هامورا خلته اهجم على هاجورومو فهاجورومو قعد يصد لحد ما استخدمت شاكرة عنصر الضوء وضرب هامورا ووقعه واتفعلت عند هاجورومو المنجيكي وشارينجان ومن بعدها الرينجان بس لما هامورا تخلص من سيطرة كاجويا هاجورومو حطله الختم بتاع الضفادع وشفها جراحه وقاموا هم الاتنين ووقفوا وصدمهم وفجأة الشجرة المقدسة اتحولت للجيوبي ودخل هامورا وهاجورومو في قتال ضد كاجويا والجيوبي واستمر القتال لشهور لحد ما يدروا ينتصروا على كاجويا وختموها بانبساق القمر الاسود بس لما كانوش يعرفوه ان كاجويا ولدتني قبل ما يختموها وهاجورومو بعد كده ختم جوال جيوبي وهامورا قرر انه يعيش عند الامر عشان يبقى جنب كاجويا وعدت الايام وقبل هاجورومو ما يموت خلف اندرا واشورا وقسم الجيوبي لوحوش البيجو ووزعهم على مناطق مختلفة وجسد الجيوبي اتحول لتمثال جيدو وانا قررت اني ارجع كاجويا امي للحياة وكنت محتاج في دائر نيجان وحوش البيجو عشان كده بدأت اسيطر على اتباع اندرا اللي هم اليوتشيها واتباع عشورا اللي هم سنجو ودخلتهم في حروب وكل ده عشان اخلي حد منهم يوكز الرينيجان وعدت الاف السنين لحد ما جي مادرة وتأكدت ان هو اللي هيقدر يوكز الرينيجان بس المشكلة ان مادرة خسر قدامها شرامة في قتالهم مع بعض وبالرغم من كده مادرة كان زكي وكان مستخدم تقنية ايزاناجي وبعد ما دفنوا غير مصيره بيزاناجي ورجع للحياة وساب مكان جسده نسخة ظل وهاشرامة ما كانش يعرف كل ده ولا كان يعرف كمان ان مادرة عده في المعركة واخد جزء من جسمه والجزء اللي مادرة خده ده ده وبيجروحه وحطه كمان في تمثال جيدو وبقت خلايا هاشرامة موجودة في جسد مادرة وفي تمثال جيدو وايقظ مادرة الرينيجان بعد كده وبعد فترة خرجت من تمثال جيدو جسس الناس الادام اللي كاجويا كانت حطهم في الشرناقة واللي تحوله لزيتسو الابيض ومادرة افتكر ساعتها ان هو اللي صنع زيتسو الابيض وانا عملت خطة عشان ابين لمادرة ان هو اللي صنعني انا كمان وروح تعدلت لوح اليوتشيها الحجري بمعلومات غلط وكل حاجة كانت ماشية حسب الخطة عشان ارجع وحوش البيجو وبعد ما بقى معايا الرينيجان بتاعت مادرة ومادرة اوم الحرب حسب خطتي وعمل اللي تسيكيومي الوهمية وقدرت بعدها ارجع كاجويا امي للحياة وهي دي القصة كلها وبعد ما زيتسو الاسود حكى لهم كل حاجة ناروتو اتعصبوا فك اندماج زيتسو الاسود من على نفسه ومن على ساسكي وراحوا هم الاتنين يهجموا وساسكي جاب كاجويا وسطهم بالرينيجان وكانوا هيدربوها بس كاجويا خدتهم لبعد تاني جليدي وحبست ناروتو وساسكي في الجليد ودخلت في بعد وجت من البعد التاني ده عشان تهجم عليهم فساسكي يكسر الجليد بالاماترس وخرج هو وناروتو فزيتسو الاسود قال لكاجويا لازم تفصليهم عن بعض عشان تقدر يتنتصر عليهم وفعلا كاجويا سحبت ساسكي لبعد تاني وفصلته عن ناروتو وبدأ جزء من الجليد يقع ويتضمر وكاجويا كانت بتهجم بيه على ناروتو وفي نفس الوقت فقه اوبيته وكان عنده الاتنين الشارينجان بتوعه فنسخة ناروتو اللي معاه هو وكاكاشي وساكورا شرحت لهم كل حاجة بتحصل وراحوا عشان يساعدوا جسد ناروتو الاصلي وشافوه وهو بيتهجم من كاجويا وقبته قال لنسخة ناروتو انا صاحب كاكاشي وتلميز ابو كمينته ويوتشيها زي ساسكي عشان كده انا هستنى لما كاجويا تفتح البعد بتاعها وهسحب نفسي فيه بالشارينجان بتاعتي وهنقص ساسكي وكان لسه الهوكاج السابقين في العالم الحقيقي مش عارفين يخرجوا النينجا من تقنية الوه وهم ماشيين لقوا الجزء السفلي من جسد مادرة وكان مقطوع وما كانواش عارفين الا حصل لحد ما ظهرت روحها جروم وحاكم المصارات الستة من جسد مادرة وحكى للهوكاج السابقين قصة اشرة واندرا ولاده وقتلهم مع بعض بعد ما كبروا وقال لهم ناروتو تكسيد لقوة اشرة وساسكي تكسيد لقوة اندرا ولازم تنقذوهم وهجمت كاجويا على ناروتو في البعد الجليدي فناروتو استمدت شاكرا من وحوش البيجو اللي جواه ودخل معها في مواجهة وضربها ووضعها عند جبل وعمل نسخ كتير منه وبدأ يهجم عليها من كل مكان فكاجويا فتحت بعد جديد ودخلت فيه وقبل البعد ما يقفل قوة وسحب نفسه فيه وخد معاها ساكرا ونسخة ناروتو عشان يمده بالتشاكرا ونزلت نسخة ناروتو قدام كاجويا واستخب قوة وساكرا ورا فكاجويا وزيت سوليس وديفتكر وان النسخة دي هي الجسد الاصلي بتاع ناروتو وكاجويا هجمت عليها برمد متصلب وتخلصت منها وخرجت من البعد وظهر قوة وساكرا والحسن الحظ البعد اللي هم فيه ده كان البعد الرئيسي اللي مرتبط بكل الابعاد فساكرا مدت قبط وبلت شاكرا عشان يفتح كل الابعاد ويلقي ساسكي وفتح بعض الحمام وملقهوش وفضل يفتح في الابعاد بس كان تعبان جدا لان الابعاد كانت كبيرة وفتح بعض في سائل حمض يقصب ساكرا فساكرا قلعت الجاكت بتاعها اللي على السائل وكمله لحد ما لقوا البعد اللي ساسكي فيه وجري ساسكي بسرعة وعلى اخر لحظة قدر ينقل نفسه مكان جاكت ساكرا ودخل عندهم ومسك ساكرا قبل ما تقع لانها كانت خلصت الشاكرا بتاعتها وقام اوبيت وهو تعبان عشان يرجع ساكرا وساسكي للبعد الجليدي وناروتو كانت في البعد الجليدي بيقتل كاجويا وكان لسه بيهجم بنسخ وهي كانت بتدمر فيهم بالرماد المتصلب بتاعها وكانت بتخلص كل النسخ وزيتسوليسود قال لها الجسد الرئيسي هو اللي محاط بالكرة السودة ووصل بعد كده ساسكي وساكرا وقابتوا من البعد التاني وكاجويا مسكت الجسد اللي محط بالكرات وضربته بس ناروتو خداعهم وكان نائل الكرات للنسخة اللي كاجويا ضربتها وفاجأ كاجويا خدتهم كلهم لبعد تاني في جاذبية عالية وحركتهم في البعد ده كانت بطيئة وما كانوش قادرين يستخدموا قواهم وساسكي فقط قوته البصرية مؤقتا وهجمت كاجويا على ناروتو ساسكي بالرماد فتفدوه بصعوبة كبيرة فجهزت هجوم تاني فكاكاشي ووبيتو جيريو عشان ينقذوا ناروتو ساسكي وبدأ جسمه يتحول لرمادو يتلاشا وكان بيموت وناروتو حاول يساعده بس معرفش وفاجأ ساسكي رجعت له قوته البصرية وقام هجم على كاجويا فكاجويا خدتهم للبعد اللي ساكرة ووبيتو كانوا فيه وساسكي يستخدم سوسانو ولحقها هناك وويف ناروتو مع عوبيتو ووبيتو قال له شكرا يا ناروتو انت اللي فوقتني وخلتني ارجع لنسختي القديمة انا شفت نفسي فيك واحد عوبيتو يفتك الرين وهم زايرين وكان بيتخيل انه بقى الهوكاجي وقال لناروتو اوعى تستغنى عن حلمك وما تبقاش الهوكاجي زي وما تقوبيتو بعد كده وتحول جسده كله لرماد وجه زيتسوليسود مع كاجويا وسخر منه فناروتو ادايق ومرة واحدة طار وقطع دراع كاجويا اللي زيتسوليسود موجود فيه ووبيتو كان سايف اللي تشاكرا بتاعتو اللي في الرماد رسالة الكاكاشي وكلمه في عقله وقال له انا قلت لناروتو يبقى هوكاجي بس كان قصدي انه يبقى الهوكاجي السابع انت اللي هتبقى الهوكاجي السادس وعشان كده قبل ما مشي سبتلك الشارينجان بتاعتي مؤقتا عشان تقدر تقاتل بيها في القتال ده وفعلا كاكاشي بقى معه شارينجان وبيتو الاثنين وكان لسه ساسكي بيهجم على كاجويا وناروتو يتعاون مع كل وحوش البيجو وعمل تسعى راسين شوريكين مختلفة وضربهم على كاجويا وبعد ما راسين شوريكين اصابوا كاجويا جزء شاكورة وحوش البيجو اللي جواها بدأ يظهر وشكلها بدأ يتحول من الشكل البشري لشكل الجيوبي وحاولت تهجم على ساكورا فكاكاشي يستخدم المنجيكي وشارينجان وأنقص ساكورا بسوسانو وهجم على كاجويا بشوريكين وقطع الاياد بتاعتها فكاجويا امتصت تشاكورة النينجا القدامى اللي كانوا تحت الارض خضعين زمان للتسكيومي الوهمية بتاعتها ورجعت تاني لشكلها وكان وراها كرة سودة كبيرة حجمها اكبر بكتير من بتاعت هاجورومو اللي عند ناروتو وهجمت بالرماد على سوسانو وكاكاشي فكاكاشي سحب بطنه للبعد التاني قبل الرماد ما يصيبه ونزل عليها بتشدري مدموجة بالاماترس وعورها وجي ناروتو وساسكي عليها فضربت ناروتو بس طلعت نسخة منه وطلع ناروتو الحقيقي هو اللي واخد شكل ساسكي وساسكي كان وايف وراه ونقل نفسه بسرعة مكان نسخة ناروتو فكاجويا طلعت لفوق عشان تتفده جومهم فلاقت ساكورا نزل عليها وضربتها وناروتو وساسكي لمسوها وختموها بتقنية الختم اللي هاجورومو حاكم المسارات الستة بيختم بيها واللي هي انبساق القمر الاسود وبدأت صخور البعد تروح على كاجويا زي ما حصل معها زمان لما تختمت ووقع منها جسد مادرة اللي زيتسو الاسود استخدمه عشان يرجعها للحياة وخرج من كاجويا جزء وحوش البيجو اللي كان جواها وناروتو راح رامى زيتسو الاسود في الصخور عشان يتختم مع كاجويا وروح هاجورومو اللي في العالم الحقيقي استدعت ارواح الكاجي السابقين كلهم وعملوا مع بعض تقنية استدعاء وجابوا ناروتو وساسكي وساكورا وكاكاشي وحوش البيجو وجسد مادرة من البعد بتاع كاجويا وبعد ما رجعوا هاجورومو هنهم كلهم على اللي عملوه وقال لهم انتوا انقصتوا العالم وكاكاشي بعد كده عين الشرينجان اللي قبط وكان مدهله مؤقتا راحت من عنده وكان لسه مادرة حي بس كان بيحتضر وهاشيرام راح له فمادرة قال له احنا هنموت وما حدش مننا حقق حلمه بس انت حلمك باقي في النينجل موجودين انما انا حلمي هيموت معايا فهاشيرام قال له احنا كنا صحابه هنموت احنا الاتنين واحنا صحابه ومات مادرة وهاجورومو قال انا هبطل تقنية اليدو تنسيه اللي الهوكاج السابقين راجعين بها للحياة فناروتو راح لمينته بسرعة عشان يودعه والصبح طالع ومينته وقال لناروتو كل سنة انت طيب النهاردة عيد ميلادك ووقفوا الاتنين يودعوا بعضوهم بيعيطو لحد ما الهوكاج السابقين كلهم اختفوا وهاجورومو قال كده ما فضلش غير ان ساسكي وناروتو يبطلوا تقنية اللي تسيكيوم الوهمية ويخرجوا النينجا من الشرانق فساسكي قال له لا انا مش هعمل كده انا هعمل ثورة في عالم النينجا عشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني انا هقتل الكاجل حاليين وهسيطر على كل وحوش البيجو وفعلا ساسكي سيطر على وحوش البيجو بالرينجان وبتقنية انبساق القمر الاسود حطوهم في صخور وناروتو وساكورا وككاشي كانوا مستغربين من اللي بيعملو وناروتو قال له انت بتعمل كده ليه فساسكي قال له انت جواك جزء من تشاكورة وحوش البيجو فلازم اخرجها منك وسيطر عليها هي كمان عشان كده انت هتموت تعال نسوي الموضوع ده بعيد عن هنا فساكورا عيطت وندهت على ساسكي بس ساسكي دخلها في الوهم بالرينجان وبعد كده ميشي فناروتو رح وراه لحد ما وصلوا عند الوادي الاخير اللي كان فيه قتلهم زمان وناروتو قال له انت قلت قبل كده انك عايز تبقى هوكاجي باللي انت بتعمله ده انت متعرفش يعنيه هوكاجي فساسكي قال له والهوكاجي زي اخويا ايتاتشي تحمل كراهية الناس ليه عشان يحمي القرية وانا هتحمل كراهية الناس بعد ما قتلك انت والكاجي وحوش البيجو وهبدأ عهد جديد ما فيهوش كراهية فناروتو قال له انت متعرفش حاجة عن ايتاتشي وانا مش هسيبك تقتلني وجاريوا الاتنين على بعضه وبدأوا الهجوم وكانوا بيهجموا بالطايجي تسو لحد ما ساسكي بدأ يضرب كرة نار على ناروتو وراح لناروتو وهجم تاني ووقعوا في النهر فناروتو عمل نسخ وطلع لساسكي وضربوا ولزقوا في الجبل واعد ناروتو يهجم بنسخه براسنجان عشان يحاول يضرب ساسكي فساسكي جذب ناروتو والنسخ بالرنجان وضربهم بالاماترس بس ناروتو هجم بتشاكرة الكيوبي فساسكي تفدا وهجم بكرة نار وناروتو مساكها وساسكي جي من وراه وضربه ووده عند النهر وبدأ يهجم عليه بسوسانو فناروتو اتحول للكيوبي ووقف سوسانو وكمل ساسكي هجومه بكرة النار لحد ناروتو ما نزل عليه ووقف سيوف سوسانو ورمها في النهر وساسكي وهو واقع ضرب ناروتو بتشاكرة عنصر الضوء وقام ناروتو بكمبلت بيجو وساسكي نزل عليه بلت شادوري وصدامهم عمل انفجار كبير جدا وبعد الانفجار ساسكي جاب وحوش البيجو اللي كان مسيطر عليهم عشان يهجم بيهم وقال لناروتو ما تحاولش معايا انا دلوقتي اقوى نينجا في العالم وبدأ ساسكي اخد تشاكرة وحوش البيجو ويضفها لسوسانو وسوسانو بقت اقوى بكتير فناروتو عمل نسخ من الكيوبي وهجم بيها بس سوسانو ما تأثرتش باي حاجة وكانت بتضرب فيهم وتوديهم لمسافات بعيدة وفضل هجوم نسخ الكيوبي يتكرر على سوسانو وطلعوا الفوق في السحاب وناروتو والنسخ اللي معاه حدفوا ثلاث قناب البيجو فسوسانو صدتهم بساهم وقصبت ناروتو والنسخ بس ناروتو كان سايب نسخة في الارض بتجمع طاقة الطبيعة وادت تشاكر الطاقة الطبيعة لناروتو وجاهز ناروتو كومبلت بيجو ورسن شريكي وضربهم على ساسكي فساسكي رد بساهم من سوسانو والهجوم عمل دمر كبير ووصل مدالك كاشي وساكورا وتمثيل هاشراما ومدراء اللي في الودي الأخير اتكسرت وقع ناروتو وساسكي والتشاكورا بتاعتهم كانت بتخلص وساسكي هجم بالامات راسكي فناروتو صد بتشاكورا الكيوبي وجري عليه وضربه واقعد يضرب فيه بالنسخ بتاعته فساسكي حدف شريكين على النسخ ووقفها وجري ناروتو عليه براسينجان بس من التعب مقدرش يكمل ووقع فساسكي راح وقعد يضرب فيه فناروتو قاموا وبعده عنه وفضلوا الاتنين يضربوا في بعض وينزفوا والشمس كانت بتغربوا وكانوا لسه بيدربوا في بعض الحد ما ساسكي خد اللي تشاكورا اللي الكيوبي بيجمعها عشان يديها لناروتو ووقع ناروتو وجهز تشيدوري وقال له موت يا صديقي الوحيد بس ناروتو ضربه قبل ما يصيبه ووده عند الجبل والكيوبي قال لناروتو انا هتديك اللي باقي من اللي تشاكورا بتاعتي حاول تهزمه فناروتو سلم على الكيوبي وقال له شكرا وجهز ناروتو راسينجان وساسكي ينزل عليه باللي تشيدوري وهجمهم ضمر اللي باقي من الوادي الاخير وقعوا هم الاتنين وكانوا بينزفوا ومش قادرين يتحركوا واللي الليل وساسكي قال لناروتو كل الناس قطعت صدقتها بيا بعد اللي انا عملته إلا انت انت بتعمل كده ليه فناروتو قال له عشان انت صاحبي فاسكي الف دماغه وناروتو انا وانت كنا منبوزين واحنا صغيرين وكنت كل ما بشوفك بتفكرني بعيلتي بس انا محبتش الضعف ده وكررت اني ابقى قوي عشان انتقم من ايتاتشي بس الصدفة جمعتنا بفريق واحد وبرضو كنت بتفكرني بعيلتي كأنك اخويا ولما انا بقت قوي حسيت انك بتغير مني بس الحقيقة ان انا اللي كنت بغير منك انا ممتن ليك جدا لانك عمرك ما وجهتني بكراهية واعد ساسكي يفكر انه الواحده في الظلام واني ناروتو مع ناس كتير في ظهره وشف نفسه جنب ناروتو ونم ناروتو وساسكي من التعب والصبح طلع عليهم وكانوا لسه بينزفه وساسكي عيط وقال لناروتو انت كان نفسك زمان اني اعترف بيك انا اعترفت بيك خلاص اعترف انت بقى انك خسرت القتال ده فناروتو قال له القتال ده مش عشان اكسبه واخسر القتال ده عشان ارجعك لعقله بس وهم بيتكلموا كل لسه نزفهم شغال وطلع ان درعتهم اتقطعت في هجمهم الاخير على بعض وجات ساكورا وكاكاشي بعد كده وساكورا نزلت عندهم فساسكي قال لها انا اسف على كل حاجة وقام ناروتو وساسكي بعد ما ساكورا دوت جروحهم و تعاونوا بيديهم عشان يعملوا اختام وحرروا كل الناس من تقنية الليتسكيوم الوهمية وخرج كل النينجا من الشرانك وبعد كم يوم اتعم العزل كل نينجا كونوها اللي ماتوا واتسونادي اتنزلت عن منصبها وسلمت منصب الهوكاجي لكاكاشي وبقى الهوكاجي السادس وشيكامارو بقى المساعد بتاعه وجاي حالته تحسنت بعد مع الجوف المستشفى بس ما كانش هيقدر يمشي على رجله بعد كده وجات ناس كتير من كل الكرة عشان يسلموا على ناروتو بعد ما انقذ العالم وجاي جارا والريكياجي عشان يشكروا ناروتو وجارا قال له هتعمل ايه في دراعة فناروتو قال له اتسونادي قالتلي انها هتضيف خلايا هشرامة للخلايا بتاعتي انا وساسكي وهترجع درعاتنا زي ما كانت وبعد جارا ما ماشي كاكاشي استدعى ناروتو في اكاديمية النينجا وقال له انت لسه جنن لحد دلوقتي وفي صفتي هوكاجي انا بمنحك اعلى رتبة اللي هي رتبة الجونن بس لازم تدرس الاول وفعلا ناروتو بدأ دراسه وساسكي في الوقت ده كان محبوس في مبنى التحقيقات بعد كل اللي عمله بس كاكاشي قرر انه يعفو عنه وساسكي بعد كده قرر انه يسيب القرية عشان يكفر عن كل اللي عمله ورح كاكاشي وساكورا عشان يودعوه عند باب القرية وساسكي ينغى الساكورا فراسها وقال لها المرة الجاية هاخدك معايا وماشي ساسكي ولا ناروتو مستنية عشان يودعوه وده له حامية الجبين اللي وقت منه فقتلهم مع بعض زمان وبكده يبقى خلص ارك اوتسو تسوكي كاجويا من انيمي ناروتو شيبودن ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديد على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك بتنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة